أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة من العاصمة ساعة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة والعالم فأهلا بكم إذن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن لا تزال تراجع شحنة للقنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية جاء ذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن وضع شحنة الأسلحة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن بلينكين أكد له الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إزالة القيود المفروضة على شحنة الأسلحة في وقت لا تزال تحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق نار مع استمرار حماس في رفع سقف مطالبها إننا ملتزمون بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد مجموعة متنوعة من التهديدات وغزة جزء منها لكنها تهديدات تفوق غزة بكثير والرئيس ملتزم بذلك ونحن نواصل نقل هذه القضايا المختلفة عبر نظامنا بشكل منتظم لدينا قضية واحدة تحدث عنها الرئيس علنا بشأن القنابل التي يبلغ وزنها الفيرطل والمخاوف التي لدينا بشأن استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان ما يزال هذا الأمر على حاله ولكن لم يحدث أي تغيير في موقفنا والذي يتمثل مرة أخرى في ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في مواجهة هذه التهديدات العديدة من جهة أخرى شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على التزام بلاده بضمان تقديم الأسلحة لإسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها بين أنه أكد في الوقت نفسه أن البيت الأبيض لم يغير موقفه المتحفظ على تزويد إسرائيل بقنابل ذات قدرات تدميرية كبيرة خجية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها تحقيق تقدم دبلوماسي وتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين واللبنانيين من العودة إلى بيوتهم هي العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لأن حزب الله ربط عملياته بما يحدث في غزة لكن العائق الكبير للتوصل إلى هذا الاتفاق هو حماس لذلك على مسؤولي حماس أن يضعوا مصلحة الشعب الفلسطيني أولا كما أن إسرائيل مطالبة بالعمل أكثر لحماية المدنيين وضمان أن يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها لكن قبل ذلك على حماس أن تتخذ قرارا حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدوره قال المنسق الرئاسة الأمريكية للبنية التحتية وأمن الطاقة أمس هوكستين إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع حرب أكبر بين إسرائيل وحزب الله المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية وضف هوكستين خلال زيارته لبيروت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسله إلى لبنان عقب زيارة قصيرة إلى إسرائيل لأن الوضع على الخدود خطر وحتى هوكستين حمس على قبول الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح الرهائن قائلا أنه يوفر أيضا فرصة لإنهاء الصرع موفدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن كما قال حتى المنصق الرئاسي الأمريكي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوكستين في لبنان في زيارة هي الرابعة له منذ بدء التصعيد العسكري المستمر على الحدود الجنوبية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله وقال هوكستين أن زيارته تحمل أكثر من رسالة وترمي إلى تجنب المزيد من التصعيد والتوتر الحاصل على تلك الحدود وعلى طول الخط الأزرق وبالتالي حمل رسائل تهدئة من قبل الإدارة الأمريكية بدرورة وقف كل التوترات القائمة والوجوء إلى الحلول الدبلوماسية في هذا الإطار كانت لي محادثات جيدة مع الرئيس نبيه بر نقشنا خلالها الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان وكذلك الاتفاق المقترح على الطاولة الآن بخصوص غزة والذي يعطي فرصة لإنهاء الصراع على جانبي الخط الأزرق رسائل تحذيرية حملها هوكستين إلى المسؤولين اللبنانيين من أن الوضع القائم على الخط الأزرق وعلى الحدود الجنوبية للبنان هو بالغ الخطورة وأن العمل يجري الآن لمنع هذا التصعيد والعمل في إطار المعالجات الدبلوماسية لإيجاد حلول طويلة الأمد واستقرار دائم على الجبهة الجنوبية للبنان إن وقف إطلاق للنار في غزة ينهي الحرب ويؤدي إلى حلول ديبلوماسية بديلة قد تنهي الصراع على جانبي الخط الأزرق وسيخلق فرصة لعودة المدنيين اللبنانيين إلى منازلهم في الجنوب وكذلك الأمر بالنسبة للمدنيين الإسرائيليين بالعودة إلى الشمال ولأكن واضحا أن الصراع على جانبي الخط الأزرق بين حزب الله وأسرائيل طال بما فيه الكفاية من مصلحة الجميع حل الصراع بسرعة وديبلوماسيا وهذا ممكن وملح أما ما كرره المسؤولون اللبنانيون على مسامع المنصق الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين من أن لبنان لا يريد التصعيد ولا يريد الحرب ولكن على الجانب الإسرائيلي أن يوقف اعتداءاته على السيادة اللبنانية تمهيدا لعودة الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان يقول مراقبون أن الجهود الأمريكية الرامية إلى تهدئة الوضع الأمني المشتعل على الحدود الجنوبية للبنان لا تزال مستمرة وقابلة لإيجاد ترجمة على أرض الواقع ولكنهم يتخوفون أن تصطدم بتعنت حزب الله حسب مصادر سياسية مواكبة فالحزب يرفض أي هدنة في جنوب لبنان قبل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة جين عفيش الحرة بيروت قال الجيش الإسرائيلي أنه وافق على خطة عملياته لتنفيذ هجوم في لبنان في وقت تصعد في إسرائيل وجماعة حزب الله من حدة خطاباتهما وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب وضف الجيش في بيان أنه تمت الموافقة على خطة عمليات لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها وذلك في إطار تقييم الوضع وضف أنه تم أيضا اتخاذ قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان صنفت توزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا حركة أنصار الله الأوفياء منظمة إرهابية وأكدت أن هذه الميليشيات شنت هجمات ضد جنود أمريكيين مشيرة إلى أن هذه العقوبات طالت قائدها المعروف باسم حيدر الغراوي السفيرة الأمريكية في بغداد أكدت من جهتها في تدوينة على منصة X الأهمية الاستراتيجية لهذا التصنيف مشددة على التزام الولايات المتحدة بمواجهة ما وصفته بالنفوذ الخبيث لإيران وتهديدات التي تشكلها الميليشيا التابعة لها في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والحد من التأثير الإيراني في الشرق الأوسط صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة أنصار الله الأوفياء وقائدها كمنظمة إرهابية وإرهابيين عالميين على التوالي هذا التصنيف يأتي كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والديبلوماسية التي تسعى إيران والميليشيات المتحالفة معها لفرضها في المنطقة السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي أشارت للأهمية الاستراتيجية لهذا التصنيف مؤكدة التزام الولايات المتحدة بمواجهة نفوذ إيران والتهديدات التي تشكلها الميليشيات التابعة لها وأضافت رومانوسكي أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن هجمات إرهابية الخارجية الأمريكية وصفت الحركة بأنها جزء مما يعرف باسم المقاومة الإسلامية في العراق وهي واجهة تضم العديد من الجماعات والميليشيات المتحالفة مع إيران بما في ذلك ميليشيا كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء المصنفات على لوائح الإرهاب وتشكل جبهة موحدة تهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة وتحدي الوجود الأمريكي الحركة التي يقودها حيدر مزهر مالك السعيدي المعروف أيضا باسم حيدر الغراوي شنت هجمات ضد القوات الأمريكية والأهداف الحليفة في العراق والسوريا من بينها الهجوم بطائرة بدون طيار في البرج 22 بالأردن في يناير الماضي الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وهجمات بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في حقل العمر النفطي والشداد في سوريا كما تورطت الحركة بقتل متظاهرين عراقيين في احتجاجات سابقة ويؤكد مراقبون أن تأكيد الخارجية الأمريكية على استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة هذه التحديات يظهر عزم الولايات المتحدة على مواصلة دورها لحماية الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب كما يرى مختصون أن معاقبة هذه الفصائل هي استراتيجية تعكس رغبة واضحة لواشنطن في التصدي لأي محاولات إيرانية لتعزيز مواقعها العسكرية والسياسية في المنطقة عبر وكلائها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تبحث وكالات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في معلومات جديدة حول نماذج حاسوبية صممها علماء إيرانيون ويمكن استخدامها للبحث وتطوير الاسلحة النووية حسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ويجتمع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار في البيت الأبيض يوم الخميس بحسب أكسيوس ضمن المجموعة الاستشارية الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى في وقت تنصب فيه الجهود الأمريكية على حل الصراع في الشرق الأوسط أثارت معلومات استخباراتية وتقارير أممية مخاوف من تقدم سريع يطرأ على البرنامج النووي الإيراني بهدف امتلاك سلاح دمار شامل وتبحث وكالات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في معلومات جديدة حول نماذج حاسوبية صممها علماء إيرانيون يمكن استخدامها لتطوير الأسلحة النووية حسب ما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس لا تزال أهمية هذه النماذج الحاسوبية غير واضحة بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ولكن التحركات الإيرانية الأخيرة على أكثر من جبهة بشأن برنامجها النووي بدأت تثير قلقا عميقا لدى دوائر الاستخبارات ويجتمع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى لتكون هذه أول مناقشة رفيعة المستوى بين البلدين حول البرنامج النووي الإيراني منذ مارس 2023 فبالإضافة إلى نماذج الحوسبة قال تقرير لوكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن إيران قامت بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الأمريكية سعيا إيرانيا لتوسيع البرنامج النووي بطرق ليس لها غرض سلمي موثوق به وأتعاهدت واشنطن بزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدرت قرارا ينتقد عدم تعاون طهران معها وأصدرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا قرار إدانة ضد إيران عبر الوكالة قبل أسبوعين بسبب عدم تعاونها مع المفتشين الدوليين وقبل نحو ثلاثة أشهر ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية أن إيران تعمل على الحصول على بعض المكونات اللازمة لإنتاج رأس حربي نووي مثل الصواعق الدقيقة وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك سلاحا نوويا وتقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60% وهي نسبة قريبة من مستويات 90% لازمة لصنع أسلحة ذرية والتي تحتاج إلى بضعة أسابيع فقط للوصول إليها شددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا تامس جرينفيلد على أنه ما من حل عسكري للصراع في السودان وطالبت الأطراف الخارجية بالتوقف عن دعم طرفي الصراع بالمال والعتاد وخلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في السودان أشارت جرينفيلد إلى أن المجاعة قد وقعت في السودان بالفعل وأن أكثر من 370 ألف طفل سوداني يعانون الآن من سوء التغذية الشديد ما من حل عسكري لهذه الحرب الهوجاء ما من حل عسكري أبدا لذلك التأمى مجلسنا الأسبوع الماضي للمطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية في الفاشر واستمح بإدخال المساعدات الإنسانية وللمطالبة بوقف كافة الأعمال القتالية في السودان بطريقة تؤدي لتسوية مستدامة لهذا النزاع الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا زيادة بنسبة 350 مليون دولار إضافي على المعونة المقدمة لشعب السودان ولكننا لا ينبغي أن نجلس ونرقب الأطراف المتناحرة ترتكب الفضائع لذا نحث المجلس على إبقاء السودان على رأس جدول أعماله ونطالب كل الأطراف الخارجية بالتوقف عن دعم استمرار هذا النزاع والتوقف عن إرسال العتاد إلى أطراف الصراعة بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأمين عام حلف شمال الأطلاسي أنسي سلتنبرغ عدة ملفات مهمة للحلف على رأسها التهديدات الصينية والإيرانية إضافة إلى سبل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا كما بحث أيضا التحضيرات لقمة الناتو المقبلة التي ستستضيفها واشنطن والتي سيتم فيها انتخاب أمين عام جديد لقيادة الحلف في الفترة المقبلة قمة الناتو المقبلة في واشنطن وانتخاب أمين عام جديد للحلف إضافة إلى كيفية مواصلة دعم أوكرانيا في وجه روسيا ودعمها من الصين إلى كوريا الشمالية وإيران احتلت العناوين الأساسية للاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ لدينا قلق حقيقي ليس من تزويد الصين روسيا بالأسلحة لأن هذا ليس ما يفعلونه ما يفعلونه هو تقديم دعم حاسم للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية فنحو 70% من الأدوات الآلية التي تستوردها روسيا تأتي من الصين وتسعين في المائة من الإلكترونيات الدقيقة تأتي من الصين وقد مكن ذلك روسيا من الحفاظ على مواصلة عمل القاعدة الصناعية الدفاعية وعلى استمرارية الحرب وهذا يجب أن يتوقف واستعرض أمين عام حلف الناتو تطور الحلف خلال العقد الماضي وأكد أن الناتو يجعل أمريكا أقوى إن حرب روسيا على أوكرانيا هي اعتداء وحشي على دولة ديمقراطية مسالمة وتحظى هذه الحرب بدعم من الصين وكوريا الشمالية وإيران إنهم يريدون رؤية الولايات المتحدة تفشل إنهم يريدون أن يروا الناتو يفشل إذا نجحوا في أوكرانيا فهذا سيجعلنا أكثر عرضة للخطر والعالم أكثر خطورة لذا فإن دعمنا لأوكرانيا ليس عملا خيريا إن ذلك يصب في مصلحتنا الأمنية قمة الناتو ستعقد في واشنطن في التاسع من تموز يوليو المقبل في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف ويشارك في الاجتماع إثنتان وثلاثون دولة إضافة إلى أستراليا ونيوزنلندا وكوريا الجنوبية واليابان ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لسجلات تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية أن الجماعات الخارجية تدعمة لحملة انتخاب دونالد ترامب الرئاسية جمعت أموالا في الأشهر الأخيرة تفوق بفارق كبير ما جمعته الجماعات التي تدعم إعادة انتخاب رئيس جو بايدن قمة الناتو المقبلة في واشنطن وانتخاب أمين عام جديد للحلف إضافة إلى كيفية مواصلة دعم أوكرانيا في وجه روسيا ودعمها من الصين إلى كوريا الشمالية وإيران احتلت العناوين الأساسية للاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع أمين عام الناتو يانس ستولتنبرد لدينا قلق حقيقي ليس من تزويد الصين إذا نعود مشاهدين للتقرير الذي أعدته وكالة رويترز لسجلات تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية والتي رصدت تفوق حملة الرئيس السابق دونالد ترامب على حملة الرئيس الحالي جو بايدن في جمع التبرعات في محاولة لردم الفجوة الإعلانية تواصل الجماعات السياسية الداعمة لحملة انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب انفاق ملايين الدولارات متجاوزة انفاق الجماعات الداعمة للرئيس جو بايدن وأظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن مجموعات الانفاق المؤيدة للرئيس السابق أنفقت أكثر من 25 مليون دولار منذ أن حصل ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في السادس من مارس مقارنة بأكثر من 15 مليون دولار أنفقها حلفاء بايدن خلال نفس الفترة ومن المقرر أن تعلن ماجا إنك وهي أكبر لجنة عمل سياسية مؤيدة لترامب يوم الخميس أن لديها نحو 94 مليون دولار في البنك في نهاية مايو ارتفاعا من 33 مليون دولار في نهاية إبريل بحسب ما قاله مسؤول في اللجنة لوكالة رويترز ويقول حلفاء ترامب أن حملة الانفاق تهدف إلى مواجهة ميزة جمع التبرعات المبكرة التي يتمتع بها بايدن وتختلف لجان العمل السياسي والمعروفة بسبسوبر باك عن الحملات الانتخابية للمرشحين إذ لا تواجه هذه اللجان المستقلة أي قيود على جمع التبرعات لكن لا يسمح لها بتنصيق مشترياتها الإعلانية مع المرشحين الذين تدعمهم وتفاقم العدز في جمع التبرعات لترامب بسبب المعارك في قاعات المحاكم التي أدت إلى ارتفاع فواتيره القانونية وجعلته أول رئيس أمريكي يدان بارتكاب جرائم جنائية وأنفقت ماجا إنكما يقرب من 18 مليون دولار لمساعدة حملة ترامب إلى حد كبير على وابل من الإعلانات التلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في المقابل أبلغت فيوتر فورورد أكبر لجنة عمل سياسي تدعم بايدن عن نفقات جديدة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية منذ 6 مارس بلغ إجماليها أقل من مليون دولار على الرغم من أنها كانت تحتفظ ب57 مليون دولار في البنك في نهاية إبريل وقد أنفقت لجنة العمل السياسي الديمقراطية الأخرى وهي أكثر من 11 مليون دولار حتى الآن وقد استثمر الجانبان معظم أنفاقهما الأخير في إعلانات هجومية تلفزيونية في إطار محاولتهما التأثير على شريحة صغيرة من الناخبين الأمريكيين الذين سيحددون نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار جديد يخص المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية والمتزوجين من مواطنين أمريكيين ومن شأن القرار الجديد يوفر طريقا للحصول على الجنسية الأمريكية لمئات الألاف من المهاجرين بشكل غير قانوني والمتزوجين من مواطنين أمريكيين دون مغادرة الولايات المتحدة دعونا نتابع جانبا من تصريحات الرئيس الأمريكي الرعاية الصحية في عائلتي وأمضيت وقتا أو العائلة أمضت وقتا في المستشفى على أي حال أنا دائما قلت أن الأطباء يريدون لك أن تعيش هذه ليست مزحة بالنسبة للملائكة في السماء هؤلاء ليس مزحة دعونا نتحدث عما فعلوه لبلادنا اسمي جو بايدن وأنا زوج جو بايدن شكرا لأعضاء الكونغرس دعونا ننحي المزاح جانبا الوزراء ومناصري العائلات والكل هنا قبل أسبوعين أنا فعلت ما رفض الجمهوريون في الكونغرس فعله اتخذت إجراءات تتعلق بالحدود وتخذ قرار يتعلق بالساعين للجوء ومنذ تنفيذ أمري الطلبات انخفضت بنسبة 25% على الحدود اتخذت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحزبين على مدار أربعة أو خمسة أسابيع كان أقوى اتفاق جمع الحزبين وعندما كنا على وشك أن ننطلق إلى الأمام تراجع الجمهوريون السبب أن ترامب اتصل تليفونيا ويمكن للصحافة أن تؤكد ذلك قال لهم لا تفعلوا هذا لا تدعموا هذا التشريع وعندما سئل لماذا قال هذا سيضره سياسيا وسينفعني أنا هذا يدل على أن الجمهوريين لا يهتمون بالحدود أيضا هناك قلق بشأن خطوات اتخذتها نناقش هذا التعديل الأخير في قانون الهجرة الأمريكية معنا من واشنطن عبر سكايب سيدة جوليا جيلات المديرة في معهد السياسات الهجرة وكبيرة المحللين السياسيين مرحبا بك سيدة جيلات معنا في هذه الساعة في البداية ما هو الشكل هذه التعديلات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في هذا الاحتفال هذه السياسة تساعد حوالي 500 ألف من المهاجرين غير القانونيين وتسمح لهم بالحصول على الجنسية لو بقوا في أمريكا عشر سنوات وأيضا هذا القانون ينحي جانبا بعض العقبات هذا يجعل من السهل على أزواج مواطنين أمريكيين أن يحصلوا على الإقامة في الولايات المتحدة لكن متى من المتوقع أن يطلق هذا البرنامج هل هذا الإعلان هو بالفعل من الممكن أن يكون نافذ أم هو جزء من الحملة الانتخابية للسيد بايدن لكسب أصوات عائلات المهاجرين والذين حصلوا في وقت سابق على الجنسية الأمريكية هناك مجالات سياسية لهذا القانون هناك إجراءات صارمة على الحدود تجعل من الصعب على المهاجرين دخول الولايات المتحدة كان هناك نقد من مناصري الهجرة وهنا الرئيس يود أن يظهر أنه يدعم عائلات المهاجرين وأن يعيشوا سويا في الولايات المتحدة بالنسبة للتنفيذ فهمي أن عملية تقديم الطلبات سيعلن عنها هذا الصيف وبالتالي يمكن للناس أن يتقدموا بالطلبات قريبا ما الذي يجب على الأزواج غير المسجلين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة فعله للتحضير لهذه العملية التي ستكون قريبا خلال أشهر يجب أن ينتظروا المزيد من المعلومات وأن يتحدثوا مع محامين متخصصين في قوانين الهجرة والمسألة تعتمد على ظروف كل فرد ربما يكون هناك أناس لا تساعدهم هذه العملية ولكن كيف تؤثر هذه السياسة على الأفراد الذين صدرت بحقهم بالفعل أوامر ترحيل سابقة أو أولئك الذين يخضعون الآن حاليا لإجراءات الترحيل أيضا بالنسبة للناس هؤلاء فعليهم أن يتحدثوا مع المحامين وأن يحصلوا على العفو وعلى الفوائد وربما عليهم أن يمروا عبر إجراءات أخرى مثل الحصول على البطاقة الخضراء وأن يتمتعوا بالحماية الناجمة عن هذه السياسة ربما عليهم اتخاذ خطوات إضافية أيضا من يجد نفسه في مثل هذا الموقف نشجعه على الحديث مع محامين طيب ولكن وأنت كبيرة المحللين السياسيين في معهد سياسات الهجرة أليس من المتوقع أن يوقف هذا القرار أن يتم إيقاف هذا القرار في حالة إذا فاز رئيس السابق دونالد ترامب وهذا محتمل كذلك أيضا بحسب استطلاعات الرأي لو فاز الرئيس ترامب في الانتخابات نتوقع منه أن ينهي هذا البرنامج هذه عملية تشمل ما يسمى بالعفو بمعنى السماح للناس أن يأتوا وأن يقيموا في الولايات المتحدة حتى لو لم يحصلوا على تأشيرة عندما كان الرئيس ترامب رئيسا ألغى معظم هذه البرامج ونتوقع أن يلغي هذا التشريع الجديد بعض الناس ربما يتمكنون من الاستفادة لو تحركت الحكومة بالسرعة ولكن ما هو مصير ملايين المهاجرين الذين دخلوا للولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية قبل القرار الأخير للرئيس جو بايدن في ظل هذا القرار الآن وحتى كذلك في ظل إذا فاز ترامب في الانتخابات القادمة نتحدث عن عشرة ملايين تقريبا هي أرقام ليست دقيقة ولكن أكثر من عشرة ملايين دخلوا للولايات المتحدة بهذه الطريقة أعتقد أن عدد الناس الذين دخلوا للولايات المتحدة عبر الحدود وبقوا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة أقل من عشر ملايين ربما ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملايين لم أرى الأرقام الأخيرة بالنسبة للسياسة التي أعلن عنها اليوم هذه لن يكون لها أي تأثير على أي أحد دخل في آخر عشر سنوات وإنما لمساعدة الذين دخلوا قبل فترة طويلة أكثر من عشر سنوات هذه السياسة الجديدة لا تتطرق للذين دخلوا الولايات المتحدة منذ أقل من عشر سنوات ربما يكون هناك أناس يطلبون اللجوء أو حماية أخرى أو يواجهون قرارا من قبل أحد قضاة الهجرة حتى لو فاز الرئيس ترامب في الانتخابات ربما تكون هناك إجراءات في المحاكم وقد تأخذ وقتا وربما يحصلون على بعض الفوائد وربما يبقون بدون أي وضع قانوني وهنا نقطة أيضا ما هي التحديات القانونية اليوم المحتملة لهذا القرار حتى قبل الانتخابات من المحتمل أن بعض الولايات التي حكامها من الجمهوريين ربما يسعون لإيقاف هذه العملية ورأينا مقاضاة لكل شيء فعله الرئيس بايدن في مجال الهجرة أنا غير متأكدة من سرعة العملية ربما تكون أسرع مما نعتقد وقد رأينا قرارات محاكم لصالح هذا الطرف وذاك ربما يكون الأمر مختلف على الولايات أن تظهر أين الضرر في ظل هذا الجدل الكبير في ملف الهجرة دائما ملف الهجرة يستخدم في الانتخابات الرئاسية بشكل قوي من الجمهوريين والديمقراطيين وبالتالي كيف يمكن أن تضبط الولايات المتحدة أي إن كان من يسكن البيت الأبيض ذلك الملف لصالح الأمن القومي ولصالح التعداد السكاني أيضا في الولايات المتحدة الهجرة هي موضوع سويسة ورأينا الرئيس ترامب يستخدمه كموضوع يساعده على الفوز في الانتخابات الرئيس بايدن حاول أن يفعل كل ما يستطيع كي يظهر أنه صلب في موضوع تنفيذ القوانين ولكنه لا يعادي المهاجرين بل يدعم العائلات المهاجرة ويكرر دائما أننا أمة من المهاجرين كما قال بايدن اليوم هو حاول أن يحصل على موافقة الحزبين على سياسته ولكن رأينا السياسة تؤثر على إمكانيات إصلاح قوانين الهجرة وربما يتطلب الأمر بعض التغيرات كي يكون هناك توافق بين الحزبين الكونغرس لا يتصرف وعليه أن يقوم باتخاذ إجراء ما أخيرا سيدة قيلات لماذا لا نرى برامج هجرة فاعلة كبرنامج الهجرة العشوائية هو فقط تقريبا البرنامج الذي يعرفه الجميع ولكن لماذا لا نرى برامج تستقطب الفنيين العمال بشكل دقيق وفعال وتدعمها الحكومة وبشكل منظم حتى يتم ضبط ذلك الملف أعتقد أن هناك توافق في الولايات المتحدة على أن الولايات المتحدة تستفيد من المهاجرين ذوي المهارات معظم هؤلاء المهارة في قوى العمل يأتون من الخارج من المهاجرين ولكن السياسة تفرض تحديات الولايات المتحدة تعتمد على الهجرة كي نحافظ على قوى العمل شابة والقوانين تسمح للمزيد من الناس أن يأتوا كمهاجرين وسيكون من السهل القيام بذلك عندما يرى الناس أن الحدود تحت السيطرة ولكن الآن من الصعب أن نتحدث عن هجرة تستند على القوانين من واشنطن عبر سكايب سيدة جوليا جيرات المديرة في معهد سياسات الهجرة وكبيرة المحللين السياسيين شكرا جزيلا لك على إتاحة هذه الفرصة دعا مسؤول صحي أمريكي رفيع إلى وضع ملصقات تحضيرية على وسائل التواصل الاجتماعي على غرار تلك الموضوع على علب التبغ قال المسؤول الصحي أن الهدف من هذه الملصقات سيكون للتحضير من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب والمراهقين بشكل يماثل تماما التحضير من مخاطر التدخين يطالب جراح أمريكي بوضع ملصقات تحضيرية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي قد تبدو الفكرة مستنكرة وغريبة بعض الشيء لكن الجراح الأمريكي بيبك مارثي لديه مبررته التي تجعله من مطلبه أمرا مقنعا للبعض ووفقا لما يقول مارثي في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في أزمة الصحة العقلية الشاملة بين الشباب برزت وسائل التواصل الاجتماعي كمساهم مهم في أزمة الصحة العقلية للشباب وتعتبر الملصقات التحذيرية على علب التبغ فعالة في زيادة الوعي وتغيير السلوك المسؤول الصحي الأمريكي الرفيع استدل أيضا بدراسات عن التبغ كشفت أن الملصقات التحذيرية يمكن أن تزيد الوعي وتغير السلوك وبالمثل يرى مارثي أن تنضيط أكثر من ثلاث ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي يضاعف من خطر الإصابة بأعراض القلق والاكتئاب لدى المراهقين وأن التحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تساهم في تغيير السلوك تطبيق هذا النوع من التحذيرات والذي يتطلب إجراء وتفويض من الكونغرس من شأنه أيضا تذكير الأهل والمراهقين بانتظام بأن وسائل التواصل الاجتماعي لم يثبت أنها آمنة كما تمثل خطرا كبيرا على الأطفال ويفترض منو الأطفال ما دون سن الثالثة عشر من الانضمام لها بل ودع الجراح الأمريكي فيفيك مارثي إلى منع الأطفال من استخدام الهواتف قبل وقت النوم وفي فترات الوجبات والتجمعات الاجتماعية وفي الفصول الدراسية أيضا تشهد مناطق أمريكية عدة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة هذا الأسبوع على نحو غير مسبوك مما دفع السلطات في عدة ولايات إلى تحذير السكان لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس موجة حر شديدة الوطأ أخذت هذا الأسبوع بالتمدد في طول الولايات المتحدة وعرضها مؤثرة على حياة عشرات الملايين وسط تحذيرات من آثار مميتة لضربات الشمس وللجفاف الحاد ومع توصيات بتجنب الخروج تحت الشمس اللاهبة وبشرب كثير من الماء الموجة التي حطم شدتها أرقاما قياسية في بعض المناطق بدأت من ولايات الغرب الأوسط وبدأت بالتمدد شمالا إلى ولايات مثل آيوا ومين وشرقا إلى نيورك والعاصمة واشنطن فضلا عن جو لاهب في كاليفورنيا غربا وأريزونا جنوبا ما فاقم من حرائق الغابات في شيكاغو المعروفة بقسوة شتائها حطمت موجة الحر الأرقام القياسية مع أصول درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية وتوقعات بارتفاعها خلال الأيام المقبلة ومع ذلك لم يتوقف الناس عن ارتياد المتنازهات العامة وشراء المأكلات الساخنة أحاول فقط شرب الماء البارد قدر الإمكان وعندما أحتاج إلى الهواء أخرج لبرها وأحاول الاسترخاء وفي ديترويت شمالا ارتاد العديد من السكان الشواطئ للترويح عن أنفسهم إني أحاول فقط أن أقول لنفسي إن الطقس حار وما علي إلا أن أتعايش مع ذلك ولا يختلف المشهد كثيرا في نيوجيرسي في وقت صابق من اليوم أخبرت عائلتنا أننا سنذهب إلى المتنزه لمدة 30 دقيقة ثم سنذهب لجذب الماء والبقاء بالداخل لذا تأكدت من أننا نتجنب هذا النوع من الأشياء وفي نيويورك فعلت حاكمة الولاية كاثي هوكل مركز عمليات الطوارئ استعدادة لموجة الحر التي دخلت الولاية ويتوقع استمرارها لأربعة أيام أما في الغرب والجنوب الأمريكيين فتجاوزت الحرارة درجة الأربعة والأربعين مئوية في بعض المناطق ولسيما في فينيكس حيث توفي العام الماضي أكثر من 600 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة وفي جنوب كاليفورنيا زاد رجال الإطفاء من جهودهم لاحتواء حريق غابات كبير مشتعل في مناطق شديدة الانحدار لكن الطقس الحار والجاف والعاصف يتحدى جهودهم وفي العاصمة واشنطن أصدرت سلطات خطة للتعامل مع موجة الحرارة تتضمن وإنشاء مراكز للتبريد في الشوارع ونقاط لتوزيع المياه ويقول مختصون أن هذه الموجة الحارة ستنتهي مع نهاية الأسبوع بأمطار غزيرة على الكثير من مدن الساحل الشرقي الأمريكي الوقوف تحت أشعة شمس حارقة مثل ما هو الوضع الآن في هذه اللحظة ربما يتطلب أكثر من نظرات وقبعات ومياه لحملها معك بينما أنت تتجول أنا أقف الآن بمحاذاة نهر باطوماك بين ولاية فرجينيا والعاصمة الأمريكية واشنطن بحسب التحذيرات الرسمية فإن موجة حرارة كبيرة تشتاح واشنطن وبوستن ونيويورك إجمالا ستحتاج أو ستشتاح كل المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة الوسط الغربي أزيد من ثمانين مليون أمريكي هم الآن يستعدون من أجل مواجهة موجة حر غير مألوفة بالأرقى بحسب خبراء الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة ستكون بين 35 إلى غاية 42 وربما أكثر الكثير من المدن الكبرى خصوصا في لادالفيا نيويورك بوستن واشنطن العاصمة وغيرها هي مدن لم تأتد على هذه الأرقام وهذه الحرارة الكبيرة يمكن أن تشكل الحرارة المستمرة خطرا كبيرا عندما يصبح الجسم غير قادر على تنظيم درجة حرارته نحن نفقد سنويا أكثر من 350 شخصا سنويا في المتوسط بسبب الحرارة الأطباء ينصحون بضرورة تفادي الخروج كما ينصحون المصابين بأمراض مختلفة خصوصا منها أمراض التنفس بضرورة الابتعاد عن شعة الشمس الحارقة خصوصا في منتصف النهر نجري تعديلات صغيرة في سلوكياتنا اليومية نعمل في الداخل أكثر من الخارج في مركز التسلية هذا نمارس الرياضة في الداخل أكثر من الخارج ونحرص على شرب السوائل باستمرار منذ أن بدأت الحديث إلى غاية الآن يبدو أنني أصبحت أتعرق كثيرا ولكن بالعودة إلى الحديث عن حالة الحر غير المسبوقة في واشنطن وعدة مدن أمريكية جدير بالذكر أن مدينة واشنطن أصدرت خطة للتعامل الطارئي مع موجة الحر تتضمن العديد من النقاط من بينها مثلا إنشاء مراكز ومواقع للتبريد مثل هذا الموقع هنا ومواقع أخرى لتوزيع المياه وغيرها لكن ينصحون مرة أخرى أنه من الضروري عدم التجول في ساعات الظهر إلا عند الضرورة خليل بن طويل الحرة واشنطن وفي ولاية كاليفورنيا أجبر حريق للغابات في مدينة لوسانجلوس أكثر من ألف شخص على النزوح من مناطقهم والتهمت النيران ما يقرب من 17 ألف فدان من الغابات في وقت قالت فيه إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنها وجهت تحضيرا لسكان في المناطق المحيطة بالحرائق من هذا المكان اندلعت النيران في منطقة جورمان الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة لوسانجلوس في ولاية كاليفورنيا كان أكثر من ألف ومائتين من سكان هذه المنطقة الجبلية قد تم إجلاؤهم بعد أن دمرت الحرائق عقارا تجاريا واحدا على الأقل وهددت عشرة عقارات أخرى بالإضافة إلى خمسين مسكنا الرياح عصفت إلى الجانب الآخر بعيدا عننا وليس إلى جهتنا لذا لم نشعر بالدخان أو بأي شيء آخر ولكن كان بإمكاننا رؤية كل شيء وقال لنا رجال الإطفاء أن النار أتت على نحو 17 ألف فدان من الأراضي في المنطقة ولا تزال جهود مكافحة الحرائق مستمرة حيث لم يتمكن نحو 1200 من العاملين في إطفاء الحرائق تدعمهم سبع طائرات عمودية من السيطرة سوى على ثمانية في المئة من الحرائق حتى اللحظة لذلك يمكنك أن ترى أن عدونا الأول هو الرياح وهو التحدي الأكبر بالنسبة لنا في الوقت الحالي وانخفاض الرطوبة النسبية والحرارة يحدثان فرقا أيضا نسبة سيطرتنا 8% وهذا أفضل من الأمس عندما كانت النسبة 2% فقط نحن الآن في حالة العلامة الحمراء وقد يستمر ذلك حتى الثلاثة وحذرت السلطات من تراجع مؤشر جودة الهواء في المنطقة إلى مستويات غير صحية للسكان موجة حر شديدة تجداح ولادة كاليفورنيا حيث بلغت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة كما ذكرت دائرة الأرصاد الجوية ما يفسر اندلاع وانتشار الحرائق في كاليفورنيا وهو أمر غالبا ما يتكرر في مواسم الصيف الحارة لكنه يحدث بشكل أوسع هذا العام خاصة في المناطق الجنوبية من الولاية من ولاية كاليفورنيا ناصر عبدالحق الحرة واجه رئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديفيد هالكون عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ واعتذر لهم قبل كلمته الافتتاحية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ قال هالهون أو كالهون إن الخسائر البشرية مؤلمة مشيرا إلى ضرورة تركيز عمل الشركة على سلامة العامة لأحياء ذكر القتلى قبل أن أبدأ كلمة الافتتاحية أود أن أتحدث مباشرة إلى أولئك الذين فقدوا أحبائهم على متن رحلة طيران ليون إير رقم 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 أود أن أعتذر نيابة عن جميع شركائنا في شركة بوينغ المنتشرين في جميع أنحاء العالم بسبب خسائركم هناك وجع مؤلم وأعتذر عن الحزن الذي سببناه وأريدكم أن تعلموا أننا ملتزمون تماما في تقريس ذكراهم بالعمل والتركيز على السلامة طالما نحن موظفون في بوينغ لذا أنا آسف مرة أخرى بدت شركة إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم اليوم متغلبة على عملاق تكنولوجيا مايكروسوفت مع مواصلة الرقائق التي تنتجها الشركة بلعب دور مركزي في سباق السيطرة على سوق دكال الصناعي تعتبر شركة إنفيديا التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها واحدة من أكبر الشركات إنتاجا للمعالجات وبطاقات العرض المرئي وتأسست في الخامس من أبريل من عام 1993 رياضيا نحقق فريق باستن سلتكس لقبه 18 وهو رقم غير مسبوق بالفوز على فريق دالس مافريكس النتيجة كانت 106 مقابل 88 مساء الاثنين في المباراة الخامسة من نهاي دور كرة السلة الأمريكية للمحترفين وكان الفريقان يتقاسمان الرقم القياسي في مرات الفوز بلقب الدوري برصيد 17 بطولة لكل منهما قبل فوز الأمس إذن مجددا نكمل كذلك من العاصمة ومع ملف الذكاء الاصطناعي حيث تقوم شركة كولر هيلث بالاتفاق مع شركة أوبن اي اي بتطوير برنامج لذكاء الاصطناعي ولكنه مخصص للسرطان سمته كابلت كانسر وهو برنامج مساعد بطبيعة الحال للأطباء وتم تطويره ليقوم بتزويد بيانات حول المريض وحول حالته الصحية باقتراح التشفيصات المطلوبة من تصوير الأشعة وخطط العلاج أيضا تعمل أوبن اي اي مع شركة طبية ناشئة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وذلك من خلال تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على فحص مرض السرطان وعلاجه بدأت أوبن اي اي وكولور هيلث العمل العام الماضي على كوبايلوت الذي تم الإعلان عنه الاثنين كأحدث تطور تكنولوجي في مجال الرعاية الصحية وقد طورت شركة كولور هيلث التي تأسست كشركة اختبارات جينية في عام 2013 مساعد الذكاء الاصطناعي أو كوبايلوت باستخدام نموذج جيبيتي فور من أوبن اي اي لمساعدة الاطباء في وضع خطط فحص السرطان بالإضافة إلى خطط ما قبل العلاج للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان ويهدف كوبايلوت إلى مساعدة الاطباء وليس لاستبدالهم كما أكدت إدارة الشركة الناشئة لأنه يشبه إلى حد كبير نموذج مساعد الطيار الهندسي ومن خلال استيعاب بيانات المريض مثل عوامل الخطر الشخصية والتاريخ العائلي واستخدامها مع الإرشادات السريرية يقوم كوبايلوت بإنشاء خطة افتراضية وشخصية لفحص السرطان تخبر الأطباء بالاختبارات التشخيصية التي يفتقدها المريض يساعد كوبايلوت أيضا في وضع عمل ما قبل العلاج للسرطان بعد أن يقوم الطبيب بالتشخيص ويمكن أن يتكون العمل من التصوير المتخصص والاختبارات المعملية بالإضافة إلى إذن مسبق من التأمين الصحي لطلب الاختبارات وكلها قد تستغرق أسابيع أو شهورا قبل أن يرى المريض طبيب الأورام وبحسب الخبراء فإنه في المستقبل يمكن لقدرة الذكاء الاصطناعي على استيعاب وتحليل كميات هائلة من البيانات السريرية والواقعية تساعد الأطباء في العثور بسرعة أكبر على أدلة حتى للسرطان بدون أعراض لكن في الوقت الحالي ما يزال الأطباء في انتظار تطور تكنولوجي متقدم لبلوغ هذه المرحلة تستعد مدينة فينيكس عاصمة ولاية إيريزونا لأسبوع آخر من الحرارة المرتفعة التي يتوقع أن تتجاوز 43 درجة مئوية حديقة حيوانات فينيكس ذات الشهرة الواسعة تحاول تخفيف وطأة الحرارة عن الحيوانات التي تستضيفها والتي تصل إلى أكثر من 1400 نوع من بينها حيوانات مهددة بالانقراض سلحفات عملاقة في حديقة حيوانات فينيكس ووحيد القرن وحيوانات أخرى تجد في رذاذ الماء البارد سلوى وملاذا من درجات الحرارة الحارقة التي تتجاوز الأربعين درجات مئوية ما يهدد حياتها يقول القائمون على الحديقة إنهم يستخدمون عدة طرق لتبريد أجساد الحيوانات بما في ذلك خراطيم المياه وخطوط الرش ومنصات التبريد والبرك بل والثلج أيضا هنا يحصلون على الطعام وهو عبارة عن بعض العناب المجمد والبسكويت المنقوع وهو مثالي لفصل الصيف في الوقت الحالي لأنه يساعدهم على ترتيب أجسادهم وكما ترون همنا في هذا المكان الذي يتواجد فيه القرود لدينا أجهزة تنثر رذاذ الماء عليهم كما يوجد أيضا هناك بعض الأقمشة المبللة التي تمر عبرها خطوط مياه وهكذا يكون السطح جميل وبارد بالنسبة لهم يقوم عمال خدمات التغذية في حديقة حيوانات فنيكس في ولاية أريزونا بإعداد الحلوى باستخدام مساحق الفواكه الطازجة وبالنسبة للحيوانات أكلة اللحوم فإنهم يقومون بتجميد الدم ثم تقديمه للحيوانات المفترسة لترطيب أجسادها تقع حديقة حيوانات فنيكس في عاصمة ولاية أريزونا وتبلغ مساحتها 125 فدانا وتعد موطنا لأكثر من 1400 نوع من الحيوانات ويمكن للزوار استكشاف الحديقة من خلال أربعة مسارات مختلفة منها ما يحاكي الحياة البرية والحياة النباتية في ولاية أريزونا وآخر يعرض الحيوانات القادمة من القارة الإفريقية والتي تحطى بشعبية واسعة مثل وحيد القرن الأبيض اهتمت حديقة حيوانات فنيكس بالحفاظ على البيئة منذ بدايتها واستضافت ما كان يعتقد أنه آخر عدد قليل من المهل العربية وتعتبر الآن ملاذا لكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض افتتحت الحديقة عام 1962 وتعد أكبر حديقة حيوان غير ربحية مملوكة للقطع الخاص في الولايات المتحدة انتهت هذه الساعة مشاهدينك إلى اللقاء اشتركوا في القناة